موسيقى الآن خليني نبتدي مع الخصاص وأول طبعا خاصتين نبدي نتعلمهم اللي هو شي ما يسمى عندك في اللياءوت اللياءوت الخاصة في العنصر ضمن الصفحة اللي هو الهوامش الداخلية والهوامش الخارجية ما تسمى بالمارجن خليني نبتدي مثل البروجيك جدي على أساس يكون عندك مشروع فارق كليا ثم بعد ذلك أبدي من خلال يعني اللي موجودة عندي أبدي أذهب إلى التكس وأبدي أسحب أوكي أبدي أسحبه وإما أنا أسقطه هنا أو أبدي أسحبه وسقطه هنا ضمن وما أبدي أسقطه هنا بشكل مباشر كنت لاحظ أنه هذا احتيادي لو تنزل الأسفل عندك هنا يمكن أنه تضغط هنا على مثل ما تلاحظ عارض لك الكود الخاص في اله أوكي مثل ما تلاحظه فيه على أسفل هنا مثل ما تلاحظ هذا عندنا البودي ثم ذلك عندنا هنا داخل اله وطبعا هذه نافذة الخاصة فيه كل شي تقوم بتغيير الآن مبدئيا راح يبدأ يطبق عندك ضمن الستايل بشكل مباشر يعني كناك الستايل ضمن هذا الملف يعني هذا عندك الملف راح يكون مفتوح عندك هنا وهذا الملف راح يكون عندنا مفتوح هنا فلاحظ التغييرات اللي راح يصير عندنا اثناء عملية التغيير طيب الآن طبعا لما تقوم باختيار هذا العنصر فلو تلاحظ عندك هنا شيء سماه موف الآن هذا الموف مو معناه أنه أنا إذا أعمل موف يعني باتجاه الأكس أو باتجاه الواي ضمن البودي يعني غير ممكن هنا فيه اشتياء ما لنت أعمل عليه موف حتى أعمل عليه موف فأني أبدي أعطيه هامش هامش باتجاه الأكس أو هامش باتجاه الواي يعني الأكس الموجب والسالب والواي الموجب والسالب بمعنى آخر أنه هذا شيء يتطبق عندك ك رايت ليف تو بوتوم أوكي لكل سواء كان عندك هامش داخلي أو هامش خارجي فهذا الهيدنج اللي موجود عندنا وتلاحظ عندك في النافذة الخاصة في الخصاص عندك شيء يسمى إيش يسمى لئات خلينا ملع ليها كولابس ضمن الليئات لتلاحظ هنا عندك هذي بريفيو أنه قيمة الأكس صفر وقيمة الواي صفر الدابليو والأتش هو يمثل لك العرض والارتفاع يعني هذا العرض الخاص فيه والارتفاع الخاص فيه لاحظ لما أبدي أدخل أنقر علي مرتين بهذا الشكل يبدي يدخل داخل هذا العنصر أوكي داخل هذا العنصر هذا يسمح لك بتغيير ما متواجد داخله كتكس طبعا بعد ما تقوم في عملية تغييره مثلا أقوم بتغييره إلى إلى مثلا تكنو طبعا هذا شي خصائص رح نبتطرق لها بشكل منفرد تكنو أضغط عليه بهذا الشكل لو تلاحظ في الأسفل أنه تم تغيير الخصائص تم تغيير التكس يعني هنا تم تغييره وأيضا الخصائص الخاصة فيه رح تبدي تنعكس عندك ضمن ملف الستايل فأبدي بيه اختياره ثم مع ذلك أذهب إلى الوث فيمكن أنه أزيد العرض لاحظ فيه الوث أبدي من هنا وأبدي أسحب للأعلى رح يبدي يزداد عندك العرض أوكي أو عندك الهيت أبدي أسحب للأعلى بهذا الشكل رح يبدي يزداد عندك الهيت مثلما تلاحظ أنه أعطاه فيه العرض سبعمل وثمانين في الهيت ثلاثة وستين بيكسل لو تذهب له هنا إلى المارجن داخل المارجن إيش عندك أكيد رح يكون عندك توب ورايت وبوتوم وليفت حتى أعمل علي مارجن مثلا أعمل علي مارجن باتجاه التوب واتجاه الليفت حتى أبدي أزيحه أوكي فمثلا أعمل علي باتجاه التوب أجي هنا أنا وأبدي أسحب للأعلى أضغط بشكل مستمر وأسحب بهذا الشكل مثل ما تلاحظون هنا هذا الإليمنت دوت ستايل أعمل علي مارجن مثل ما تلاحظه أعمل علي مارجن باتجاه إيش باتجاه التوب ثم بعد ذلك أعمل علي مارجن باتجاه الليفت يعني ما أحتاج الرايت والبوتوم باعتماد أني أنا دعمل علي دفع من الأعلى والليفت بالتالي رح أحدد قيمة الـ X والـ Y الخاصة فيه تلاحظ أنه قيمة الـ Y عمل عليها ست لماذا؟ أنا أنا عملت مارجن من الأعلى أوكي هنا تغيرت عدة قيمة الـ X فقط بعدها أبدأ أغير قيمة الـ Y لابد أنه أعمل علي ندفاع من اتجاه الليفت هذا يعني أجيب لهذه الجهة فتجي إلى الليفت وأبدأ بزيادة القيمة مثلا نبدأ نزيدها إلى مقدار معين أوكي لاحظ هندفع لك بهذا الاتجاه عموماً هذا الكلام تم تطبيقه عندك هنا بشكل مباشر الآن أنت يمكن أنه أيضاً تقوم بكتابة الكود بشكل مباشر بدل الاعتماد طبعاً على الخصاص لكن راح ترجع إلى الطريقة يعني السابقة اللي إحنا في غنى التعامل عنها ما دامت عندنا الخصاص وندن صمم بشكل مباشر لك عموماً فهو جيد جداً أنه يتيح لك عملية التصميم بالطريقتين إما أنه تكتب الكود أوكي كود التصميم أو تبدأ تحتمد على الخصاص شكراً شكراً